لما تشوف لقاء الناجم ناصر صيف مع أستاذة إنعام محمد علي تحس بالجو اللي كان في فيلم الطريق الإيلات يعني شقاوة وطبعا واضح إن هي بزلت مجهود شباب فالت كله ولسع وحالته حالة وممرات ده مش أنا بس ده في يعني كم من الشباب عايز أقولك مثلا محمد سعد ده عمل حاجة الأول مساء الخير وإزاي حضرتك إزايك يا أصب ناصر وحش هالي جدا أنت يا أخوي عند الرجالة بتحلوه وتصغر عاملة إزاي كده حلو السايل ده أول البنات متقطعة بقى يعني خلاص مهربتهم ناصر صيف ناصر دلوقتي بتدقن البيضة والشكل ده يا جماعة أه دقن البيضة إيه ودقن البيضة ولا ده سن لا هو كده إنت عامل إيه في مادام إنعام اللي شافتك هلتشوفي الود وقعدت تقولي حاجاتك أولا أنا ابنها مش ابنها يعني حقيقي يعني ابنها الفني يعني لأن أولا قدمتني في الحب وأشياء أخرى وعملت معها يعني الحاجات التقيلة اللي معروفة في الدرامة المصرية زي طريق الإقلات والمكلسوم مكلسوم وقاسم أمين يعني مجموعة حاجات لو قعدت عمري كله هم مقصة لنا هي نفسها حتة زي حضرتك احنا لسه يعني دلوقت أنا كنت لسه أقولك على تعبير التعبير المعروف الكنز اللي بيبقى مليان من كل أصناف المجوهرات بكل أشكالها وكل أنواحها وكل ما تعود كل ما تقدم يعني كل ما تتعتق أكتر وكل ما تاخدي منها أكتر حضرتك ومدام إنما عندها الحكاية دي في الفن في الدرامة إيه ده يا حليلة حلوة حتة دي حلوة الحتة دي أنا أشكرك يعني جامد إنت عملت فيها إيه إحنا كنا كلنا نتمنى نشتغل حاجة اسمها الطريق إلى إيلات العمل الوطني اللي الناس كلها أنا أعتقد إليها الآن أما بيتزع بيبقى معمول مبارح أنا في واحدة ستة قابلتني ومن كذا شهر كده أو بعد ما تزع مثلا في شهر أكتوبر فحد بيقول لها النصر سيف اللي في طريق إلى إيلات قالت إيه ده ده كبير هي متخيلة مدام إسعاد إنها هتشوفني من عشرين سنة شابه الحالة هو كوبية فيعني الإحساس عندهم تقول حضرتك مستور من اثنين وعشرين سنة يا فندي أنت حضرتك من اثنين وعشرين سنة كنت عاملة إزاي أنا كان أربع سنين أنا مليش دعوة أنا بتنسو عمي ليف وشي أنا مال لا هي لو سألتها لابسي السؤال بتقول لها حضرتك من اشرين سنة كان شكلك إيه طبعا يا كانت برضو بيبي فقلت لها أنا من اشرين سنة عامل الفيلم فشكلي أكيد تتغير الفكرة في التغيير كمان اللي هي شايفاها واللي الناس دلوقتي بيشوفوها جديدة هي جد كده ليه ترد فعل جميل جدا أو السن ده والتوقيت ده وده المطلوب دلوقتي فلقبت بيئة السنتين دول كذا حاجة اللي احنا قلنا عاليا وفاكي حلو 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 لذيذة إنعام محمد علي بتموت في الشباب من غير ما يبان عليها انت شفت حضرتك شكلها اه وشفت أمر اه وروحها عالية جدا وأنا كنت أتمنى وأنا صغير أن أنا أتجاوز مدام إنعام محمد علي يا سلام والله العظيم من قلب أبيض واتحس إنها بتحتويتي وتحتويتي آه معنا في سهف خالص ملكوت كده وطبعا إحنا كلنا بنتعامل معها الأستاذة إنعام محمد علي وبعدين مخرجة واحدة ستة فإحنا ناخد راحتنا نسحب راحتنا نتحرك براحتنا والله العظيم أول واحدة بتقوم الصبح أول واحدة نشيطة أول واحدة لابسة ترينج مش لابسة لبس ومتزوقة وبتفتر أول واحدة وبتخدنا على الجبل طبعا في طابة وشارمة واسكندرية والمجموعة دي طول ما إحنا شغالين طول ما هي بتسايبانا كل واحد براحته بس أما يبقى في حركة مش مظبوطة تخش في ودن الواحد تحرف أحده دي تقولها فإحنا نستمتع بالمعلومة قبل ما نصور ونصورها هو إحنا فاهمين أنت بتطعنا لوئة اللي ستارت بتاع الحكاية خدتنا على اللي بيحلق للعساكر يحلق لنا كلنا لو تفتكرى حضرتك الفيلم كلنا حلقين جلت خمس أيام بنعمل ثمرينات زي المجنديين زي المجنديين الحقيين والضباطع البشرية دي سلاح مش معروف يعني مش معروف قوي للشارع المصري هم عارفين الطيران والمشاوة والمدفعية يعني عارفينك إنما مش عارفين يعني إيه ضبطة البشرية طلع سلاح أنا مش عارز أتكلم عليه كتير إنما أنا أتكلم عليه من ناحية الإنسانية سلاح فيه عشق بين الزابط والألولك وصف الزابط ها وصف الزابط وفيه حاجة اسمها الحبل السوري اللي بربطهم ده رمزي إنما هو المعنى الحقيقي إنهما فعلا ما بيقدروا يش استرانوا عن بعض وحوادتهم كلهم مع بعض حكايتهم مع بعض أنا والله رحمه وعبد الله محمود كنا إحنا عندنا نفس الحكاية دي وكل أسراره معايا وحبيبته وأنا روحا بالنيابة عنه وهو مش في أجازة يعني الروح دي موجودة ولما فقدته يعني بكيت يعني حدوتها قوية إن أم أحمد علي في لحظة وإحنا بنثور على المركب جالها دوار البحر وإحنا ما كان يعني كنا خلاصين شط وإحنا نازلة تترنح من على المركب فإحنا قلنا حصل لها إيه فيه إيه خير وجابوا لها كرسي فإحنا كلها تلمينا خايفين عليها اتلمينا فلقناها مفيش حاجة شباب مفيش حاجة ومتقعدة وهي في حالة يعني أنا آسف يعني كأنها شربة حاجة واخد حاجة وهي طبعاً وهي واخد حباية واخد درامامين بالزبط فده عمل لها إحنا بالنسبة لنا عمل عمل لها دماغ مش هي الشباب كله عايز الدماغ دي يعني في اللحظة دي يعني عشان تحبنيه فإنها إيه سرحت كده ومتبصة في السماء وقالت الله حمام الله حمام تحتاج لها طريق إلى إيه وقع لطلع وكل لها على الأرض حمام وإن أم أحمد علي هي اللي بتقبع مش ممكن لا ومواقف كتيرة جداً غير طبعاً المصمت اللي سمعتين ولا بقولها في الفاصل اه اه قلها للناس الناس فعلاً ما بتعرفش ما بتعرفش يعني إيه بلقطة مكبرة للممثل الكلوز بس الكلوز ساعات يبقى مش أنا بس مش أنت اللي باين فيه لا أنا فيه جنبي إحنا كلنا قاعدين في الخريطة بتاعت الفيلم لو نفتكرها وإحنا كلنا قاعدين حوالين الخريطة بيتقسم التلت مراحل وإن إحنا كل واحد مهموته هتبقى إيه فإحنا قاعدين تقريباً في كتف بعض فاللقطة لما تبقى مكبرة شوية كده يبقى أنا كتفي هنا كتف محمد هنا أو هشام واللي بيتصور اللي في النص اللي في النص ما نجع فهي بتصور اللقطة دي على مدى 3-4 أيام لمجموعة كلوزات للحلفاوي لأستاذ عزة العليلي يعني مع حفظ الأسماء يعني الألقاب اللقطة يجي حظي مثلاً أنا قاعد جنب الأستاذ عزة العليلي فكتفي باين فتقول ناصر بكرة في الأوردر أوكي فننزل درجة الحرارة 50 حضرتك طبعاً أنا عارفة يعني 50 في طابة آه والله العظيم وأنا في كتفي بس وانا لسه نازل كتفك اللي يشتغل وانا معنديش فكرة أنا لسه صغير فمش عارف أنا بحسب بتصور بدرجة أني أعمل تعبير بوش عادي في اللقطة ويقول لي أقول له آه وهو كتفي اللي باين بس بعد خمسة أيام اكتشفت إن إيدي باينة كتفي باين رجلي باينة فقلت لها مدام إنعام أو أبا سورش بس طريت إن أنا سورش قلت لها مدام إنعام أحنا مش في مصمت أنت مرة تجيبي لي رجلي تجيبي لي رجبتي تجيبي لي كوعي طب ما أخديه هو الواحد وأنا أستريح الخمسة أيام طبعاً طبعاً منفعش كمان لا هي رد فعلها كمان بسيط ويتخليني أنا منفعل بجد لا تطمتص هي من النوع ده طمتص طبعاً مش معزول تعمل كنترول مش ممكن الانطلاق على خط سير 350 درجة صحيح والمسافة 92 ميل حتى نقطة الإنزال ويتم إنزال الجامعات وتبدأوا السباحة والغطس السباحة والغطس المسافة 1 ميل المهمة جداً تكونوا قريبين من بعض عشان تتجمعوا في وقت واحد عند الشباك سنة يا ناصر بتلفوا في سنة وكسور في أرجاء المعمورة سكندرية دهب نويبع للأردن شرم طابة الأردن آه بس ممتعة مش ممتعة على المستوى الفني يعني في كل الأعمال بنستمتع لا ممتعة على المستوى الوطني والخبرة الإنسانية كمان نفسها دي خبرة إنسانية من الحديد خبرة من الأبطال الحقيقيية موجدين معنا وقاعدوا يقولوا مش ممكن على اللي انتو بتعملوه انتو بتتعبوا أكتر مننا وانا لهم ليه يعني ده انتو أبطال حقيين وحضرتو قالوا لا احنا بنعملها مرة واحدة احنا بنطلع عملية نوصل للرصيف نلغم ونرجع ونرجع إنما انتو الشط الواحد عشر مرات فاتت أنا كنت أخذ عبدالله لما لما أتصاب وبسحبه وبعوم ومش لوحدي معايا حد يعني دخلت بتعوم بشكل وتحسن عومك أو تعلمت ستايل عوم مختلف أو كده؟ لا خالص لأنه هو لأ اصلا هو الضفدع الحقيقي الضفدع هو بالعوم العادي يعني مش سباء يعني مش نازل سباء كرول حرة فراشة متنوعة يعني مش بطولة يعني لا دي ممارسة عوم طبيعي اه عوم طبيعي جدا بقول لحضرتك البدلة بتعومنا وبنلبس حزام رصاص عشان في وقت بنتطر احنا عايزين ننزل نغتص فالحزام بساعدنا على الغطس انت كمواطن يا ناصر وقتها وانت شايف البطل الحقيقي وشايف النقيب محمد شريف اللي هي بتقول انه محمد ده اللي علم اللي ممشي معاكه طول الوقت ده اللي علم محمد سعد السباح كإنسان حلقت أكيد في سماهم اه مش كده وتفضل التجربة متهيأ لي مش سؤال هو يعني تقرير انه تفضل معاك طول العمر طوله إلى الآن اه إلى الآن أنا عشان بلعب سباحة دخلت الجيش في السرية الرياضية معروفة دي اه فما شفتش الجيش قوي يعني بلعب لهم سباحة بلعب رياضة وباخد جواز وخلاص انما في الفيلم حسيت ان انا دخلت الجيش خدمت والله العظيم خدمت وحسيت بمعنى يعني ايه الوطن يعني ايه الوحدي دافع عن وطنه بروحه بيموت من أجل تحقيق الغرض السامي اللي احنا بنحلف على أساسه يعني أو الاحساس ده انا طبعا اللي مزععان انا بقى بشكل خاص ان ده مفقود من بعد ما عملنا الفيلم إلى الآن ما ده اللي انا كنت عايزة أقول لك عليهم كان لازم يبقى عندنا انت كمواطن عشت التجربة من براها يعني ما انتاش البطل نفسه لكن انت جسدته وده صحيح شايف انه فيه تقصير شديد في انك تفضل تواصل بخ وبث الاحساس ده في الناس في الشباب اللي هو الصغير مين بقى اللي المفروض كان وما امشي بالمهمة دي الجاهات المختصة طبعا طبعا قطع الانتاج ساعتها وكان ما ندوحل سلا ورحمه هو اللي كان قائم على المسألة وما بعدها مين وإيه اللي تعمل وإيه الورق اللي تقدم ما احنا عندنا عملنا رقفة الهجان عملنا جمع الشوان عملنا يعني ملفات موجودة البطولات موجودة بس عشان احنا نقصالها في الأجيال ويبقى ما فيش الطريق اللي قالت بس لأ فيه كذا فيلم وطني كذا حاجة تبس الروح الوطنية جوه المجتمع اللي المفروض انه احنا من 20 سنة شوية راح منه النازع دي شوية انما احنا ممكن نوجد ترجمة بقت مختلفة اه احنا ممكن نوجد اتفقدت في المدارس وكان فيه مادة اسمها التربية الوطنية ما بتتدرس ياريت نرجع لها التربية الإسلامية التربية الموسيقية ياريت الحاجات دي نرجع لها هتعمل هتعمل نابي انت جميل انت جابيلة خالص والله العظيم ونورتني كان نفسي عقود معك أكتر من كده ده أنا كان نفسي عقود كتير بس برنامج خلص لا والله والنابي لأ زعالين بجد والله اه يا خوية يا حبيب بدينا ساعة ونص انت كده نالله الحمد لله على كده أنا أعمل ايه يا حبيب نورتني يا ناصر انت نورتني ونورت مصر كلها يا حبيب والناس كلها بتحبك حبيب قلبي ربنا وانت كمان يا حبيب وانا كمان والله